خرج جزء من لغونت اكس برس في كاتاستروف اليوم الرحلة باجتازنا لجزيرة سيقلية أنيس عبدالسلام بشيحكينا على بوركان لإتنا عسلام ومرحبا بكم النصر الكل في كاتاستروف موضوعنا اليوم هو بوركان جبل إتنا اللي نلقاه تحديدا على السحل الشرقي لجزيرة سيقلية في إيطاليا اللي تبعد على تونس بمسافة قدر بحوالي 630 كم زعم شنو اللي يميز بوركان إتنا على البركين الأخرين عزائي المستمعين حب نقول لكم اللي بوركان إتنا يعتبر بوركان مركب المتعارف عليه بيستارتو فولكينو ومن أهم خصائص نوع هذا من البركين هي البنية متاعو اللي نلقاوها مكونة من طبقات متعددة من المواد البركانية المختلفة وأهم حاجة يتميز بها هو ارتفاعه اللي يتراوح بين 3300 و 3350 متر هنا نحكيه على 10827 و 10991 قدما ومن الناحية الجيولوجية البركان متاع اليوم يتكون من طبقات متعددة من الحمام البركانية والرماد البركاني والمواد البركانية الأخرى وأكيد الكارثة اللي نحكيه عليها اليوم خليت وراها برشة مخلفات أما قبل ما نتعمقوا فيهم يجوا نحكيه شوية على تاريخ بوركان إتنا أول ثوران تسجل في تاريخ البركان هذا كان عام 1500 قبل الميلاد ومن أهم ثوراته الكبرى كانت عام 1669 ويعتبر الثوران هذا من أكبر ثورات في تاريخ البركان اللي أدت إلى تدفقات ضخمة من الحمام البركانية اللي دمرت عدة قرى ووصلت إلى مدينة كتانيا مما أسفر عن خسائر كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية بين 1991 و 1993 كيف كيف كان ثوران مهم اللي استمر لمدة عامين مما أدى إلى تدفق الحمام البركانية بشكل كبير وتدمير الأراضي الزراعي وتعديوا برشة سنين ولليوم مزال بوركان إتنا مواصل في نشاطه وينلقوا آخر نشاط بوركاني ليه في 3 جوليا 2024 وينأدى انفجار بوركان إلى إعادة جدولة رحلة الطيران في سقلية فقد أعلنت سلطات إغلاق مطار كتانيا الدولي نتيجة الحادثة اللي تسبت بسحابة دخان كثيفة بلغ ارتفاعها إلى 8 كيلومترات ومدام نحكينا على التدميرات اللي خلفها البركان ما نجموش ما نذكروش للخسائر اللي نتجت عنه بالنسبة للخسائر المدية نلقوا 15 ألف منزل الدمر عام 1669 ومن أكثر مدن اللي تضرت هي مدينة كتانيا واللي خلى البنية تحت يمتاحها تتزعزع أما بالنسبة للخسائر البشرية في أغلب الأوقات ما يوقعش تسجيل حالات وفاة نلقوا كان بعض الإصابات وهذا يرجع للإجراءات الوقاية والإجلاءات السريعة اللي تقوم بها الصلط المعنية بالأمر والسؤال ما تروح لهنين يخي نجمو نتفطن لثوران بركان قبل ما يسير؟ صديق المستمع نحب نقول لك أي نجمو على خاطر في أغلب الأحيان نجمو نلقوا عدة مؤشرات اللي تخلينا نعلم بحصول ثوران بركاني كما الرجل الأرضية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون ارتفاع في درجة الحرارة في المناطق المحيطة بالبركان والنجمو نلقاو زادا رمات بركاني اللي يتمثل فيه صحب من الرمات فوق البركان هذه الكلها علامات نجم نبهنا قبل حصول ثوران بركاني وكما فما علامات طبيعية فما زادا طرق علمية النجمو نحدوا بها النشاط البركان كما الرصد المستمر اللي يسير عن طريق أجهزة متخصة مثل سيسموغراف وأجهزة قياس الغاز وأجهزة الاستشعار الحراري في جبل إتنا كانت المراقبة ديما مستمر على خاطره يعتبر من أهم البراكين في أوروبا في كل مرة يسير فيها ثوران للبركان إيطاليا تطلقى العديد من المساعدات من عدد دول ومنظمات دولية بما في ذلك الولايات المتحدة عن طريق المساعدات المالية فرق البحث والإنقاذ والمعدات المتقدمة كما نسك روزيدا فرانسا ألمانيا وسبانيا اللي مثلت المساعدات متاحهم جزء من جهود الإغاثة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والفنية وكان بش نحكيه على الهدف من المساعدات هذه لازمنا نطرقه إلى الصراعات الجيوسياسية اللي بيدورها تأثر على كيفية توزيع المساعدات في بعض الحالات تكون فما اعتبارات سياسية وراء تقديم المساعدات وين القاو دول تقدم الدعم لأسباب استراتيجية أو لتعزيز علاقاتها مع الدول المتضرة وهذا اللي خلينا نستنجو أنه في الحالة السياسية لا توجد صدفة شكرا لك نيس عبد السلام هذه كانت فقرة كتاستروف كل يوم نحكي وعلى ظاهرة طبيعية اليوم كانت ظاهرة بوركان إتنا في جزيرة سيقلية مرة أخرى شكر لأنيس عبد السلام شكرا كذلك لحمزة كان معنا في الإخراج محمد الأحمر في الديجيتال زينب الباستي في الإعداد تلقاوا كل الفيديوهات اللي تعديوا اليوم في على الباج فيسبوك وإلا قناتنا على يوتيوب قناة إكسبرس أفهم ذكر ضيفنا كان الأمين العام للطيار الديموقراطي نبيل حجي حكينا على المناخ العام اللي مش دور فيه الانتخابات في ستة أكتوبر الفين واربا وعشرين وما قبل هذا الاستحقاق كذلك كنا قدمنا قراءة في تقرير بحثي حول حرائق الغبات بتونس انطلاقا من حرائق ملولة الفين وثلاثة وعشرين التقرير هذا كان صدر عن جمعية كلام وكانت في ريال شرف الدين عن الجمعية حاضرة من خلال تقديم مدعم بالإحصائيات والأرقام والتحليل والتوصيات شكرا لكم على الاستماع وليد برحومة نحييكم قلكم تقابلوا بعد غدوة إن شاء الله غدوة دونك خمسة وعشرين جوليا عيد الجمهورية منش بش نكونوا معكم في الموعد في لغونت اكس برس نتقابلوا نهار الجمعة إن شاء الله في نفس التوقيت من نص نهار الماضي تلافة في لغونت اكس برس باي باي